اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام اكثر من عامين مضوا على ظهور الفيروس كورونا والذي ظهر لأول مرة في الصين أواخر عام 2019 حصلت الاصابات المؤكدة بالفيروس كورونا حول العالم ارتفعت الى اكثر من 569 مليون اصابة واجمال الوفيات حول العالم ارتفع الى اكثر من 6 ملايين وفقا لبيانات جامعة جونز فوفينز الامريكية ووسط هذا الكم من الاصابات هناك بعض الاشخاص افلتوا من العدوى حتى اليوم وذلك يطرح تساؤلات حول سر نجاتهم من كوفيد 19 الذي وصل الى مختلف انحاء العالم فبحسب تقديرات المراكز الامريكية لمراقبة الامراض والوقاية منها فان اكثر من 60% من الامريكيين اصيبوا بفيروس كورونا في وقت ما حتى اواخر فبراير الماضي وذلك قبل حصول تفتش واسع لمتحوري بي اي فول و بي اي فايف ولم يتم اصابة بعض الاشخاص بفيروس كورونا مرة واحدة فقط بل كان هناك من اصيب مرتين او حتى ثلاثة بالرغم من انهم حصلوا على قحارة مضادر الفيروس صحيفة واشنطن بوست كتبت ان فيروس كورونا وصل الى اشخاص في اوساط تحظى بدرجة كبيرة من الوقاية مثل قادة الدول وخلال الساعة الماضية اصيب الرئيس الامريكي جو بايدن بالفيروس وفي بداية العام اصيب انتوني فاوتشي اصيب وهو يعتبر كبير مستشاري الامراض المعضية في الولايات المتحدة على الجانب الاخر هناك بعض الناس في مأمن من الفيروس ولم يصابوا به على الاطلاق من هنا بدأت التساؤلات حول ما اذا كانوا يتمتعون بمناعة خارقة ام ان الصدفة فقط هي التي جعلتهم لا يصابون بالعدوى وشبت بوست تحدثت في تقريرها الى اشخاص قالوا انهم يخرجون كما يحلو لهم منذ فترة طويلة وخالطوا عددا من المصابين لكنهم نجوا من الفيروس اذا هذه الحالات يوضح الباحث في علم الاوبئة انه ليس هناك ما يدل من الناحية العلمية على تمتع بعض الاشخاص بمناعة جينية تجعلهم مأمن من الاصابة بالعدوى ويرى بحثون ان بعض الاشخاص اصيبوا بكورونا لكنهم لم يكتشفوا انتقال العدوى اليهم بسبب عدم ظهور اعراض وهذا الامر يجعل السلطات الصحية في العالم تعتقد ان عدد المصابين الفعلي على بكثير مما هو مسجل رسميا ايضا تقول الباحث في علم الاوبئة بجامعة الينون تترين والس ان بعض الاشخاص الذين يصابون بكورونا بعدما افلتوا من الفيروس خلال عامين واصيبوا مؤخرا يشعرون بنوع من الفشل او الاحباط لانهم يروا انهم اخفقوا في مهمة حماية انفسهم من العدوى عبر اجراءات وقائية مثل التباعد وارتداء الكمامة لكن الخبيرة الامريكية توضح ان هؤلاء الاشخاص يغفلون امر مهم وهو انهم ليسوا اشخاص سيئين لانهم فشلوا فالتقتوا الفيروس بل ان المتحورات الجديدة هي الاسرع انتشارا لذلك هي السيئة وفي تقريرنا لها منذ ظهور تحدثت صحيفة ديليميل عن الاشخاص الذين لم يصيبوا من قبل بالعدوى وقالت ان الاسباب غير مفهومة تماما ويعتقد ان هؤلاء الاشخاص كانوا بالفعل محصنون ضد فيروس كورونا ويظلون كذلك حتى اثناء تحوره لفهم تلك الظاهرة اجرى علماء في كولية لندن الجامعية دراسة على عينات دم لمئات من موظفي الرعاية الصحية الذين لم يصابوا بكورونا لفهم ما يحدث لكنهم في النهاية لم يحصلوا على اجابات محددة ان كانوا يمتلكون جهاز منعي قوي ام السبب يعود الى امر اخر يجهلونه هذه كافة التفاصيل حتى الان اشكر حضراتي شكرا جزيلا للوصيد المتابعة انتظرونا في تغسيتها متابعات الجديدة على مدار اليوم متقابل تحياتي انا الاشخاص شكرا لكم من اللقاء